اشتركوا في القناة من مسائل أيضا ما توقفنا فيه في مسائل قضايا الطهارة والصلاة من المستجدة والنوازل الفقهية منها استعمال مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها للطهارة ونحوها أو ما يعرف بمياه المجار المعالجة حيث أفضى كما لا يخفى التوسع الكبير اليوم في المياه وإفراط الناس في استعمالات كميات كبيرة من المياه في أغراض النظافة أدى ذلك كله إلى إهدار كميات كبيرة مما حمل الدول على إجراء معالجة لهذه المياه المياه الصرف الصحي أو مياه المجاري وهي خليط من النجاسات والأوساخ مع المياه الثقيلة فقام كثير من الدول بمعالجة تلك المياه وتنقيتها بوسائل حديثة فعالة بحيث يعود الماء إلى أصد خلقته دون رائحة ولا لون ولا طعم للنجاسة فيه بعد عمليات الترسيب ثم التهوية ثم التنقية ثم التعقيم أربع مراحل يقومون بها الترسيب ثم التهوية ثم التنقية ثم التعقيم نظرا طبعا لعموم البلوى بمثل هذه المياه أفتى فقهاء الأمة بعد عناية بدراستها وتمحيصها واستفسار المختصين منها فأفتت هيئات الإفتاء اليوم والمجامع الفقهية والذي جرى عليه جماهير علماء العصر إلى جواز استعمالها طبعا خالف بعض العلماء في ذلك وبالتالي للعلماء فيها اتجاهان الاتجاه الأول كما قلنا هو جواز استعمالها في العادات والعبادات وهي مياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها لها جميع أحكام الماء المطلق وهو الذي عليه قرارات المجامع والهيئات كما قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادي عشر أن ماء المجاري إذا ما نقي بالطرق المذكورة أو بما يماثلها ولم يبقى للنجاسة أثر في طعمها أو لونها ولا ريحه صار طهورا يرفع به الحدث ويزال به النجاس وكذلك في قرارات هيئة كبار العلماء في أكثر من دولة طبعا تجاه الثاني يرى أن هذه المياه مستقدرة طبعا نحن دائما في النوازل حقيقة هناك قضية اتجاهان اتجاه هو طابع التشديد وهو طريقة في التفكير والنبط وطريقة الاحتياط وهذا في كل النوازل تجد عالم أو توجه علماء معين في كل نازلة إلى الميل إلى التسهيل واتجاه يميل إلى التشديد وهذا ليس بالمستحدث فكما قيل تجنب شدائد ابن عمر وتسهيل ابن عباس وما شذ عن ابن مسعود وبالتالي كان هناك اتجاه بطريقة البنية التفكيرية وطريقة الاستنباط والاستدلال وكذلك طريقة التفكير فمنهم من يميل دائما آراء تميل إلى التشديد ومنهم من يميل إلى التسهيل ومنهم من يميل إلى الأحوط وهذا ما فسره بعض العلماء كطريقة للاختلاف في كثير من مسائل الفقهية وكلهم ينبع وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديامي وبالتالي كان كل هو على صواب ولكن كل له طريقة تفكير وهذا الخلاف هو بالتالي هو رحمة الخلاف في المسائل الفقهية الجزئية رحمة لأنه كما قال عمرو بن عبد العزيز رضي الله عنه ما سرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اتفقوا لأنه كان في حرج لكن هذا الاختلاف هو حقيقة فيه سعى ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في المسائل الخلافية يعني ماذا المسائل الخلاف ولا يوجد نص قطع في هذا فبالتالي يسع الناس أن يأخذوا برأي من شاء مسألة أيضا أخرى من النوازي الفقهية هي الطهارة بالبخار أو ما يعرف كما قلنا بالغسيل الجاف أو التنظيف الجاف إذ كما يعرف ظهر في العصور المتأخرة من غسيل الثياب ما يعتمد على البخار في التنظيف بديلا عن الماء فتخسل به الملابس التي تتضرر بالماء كالملابس الصوف والحرير وقد حتى عرفته الموسوع العربية العالمية بقولها هو أحد الوسائل لإزالة الأوساخ والبقع يعني الأقمشة وتستخدم فيه كميات قليلة من الماء وقد لا يستخدم الماء مطلقا تستخدم فيه سوائل كيميائية خاصة تعرف بالمذيبات لإزالة الأوساخ والبقع فإذا أصابت هذا النوع من الملابس نجاسة وغسل بالبخار فهل تزول النجاسة وبالتالي يبقى حكم حكم الطاهرات طبعا مسألة تطهير النجاسات بغير ما تكلم فيها الفقهة قديما يعني أصل المسألة قديما ولهم ثلاثة أقوال معروفة في هذا القول الأول أنه يتعين استعمال الماء المطلق لإزالة النجاسة كما هو معروف الثاني يجوز إزالة النجاسة بكل ماء طاهر الثالث يجوز استعمال النجاسة بكل ما يزيل عينها لونا ورائحة وطعما حتى لو كان بالشمس أو الهوى أو الريح ثم اختلف المعاصرون في حكم تطهير النجاسة بالبخار على اتجاهين الاتجاه الأول يرى جواز إزالة النجاسة بالبخار وهو ما أفتى به كثير من العلماء حيث أن إزالة النجاسة من التروق لا تفتقر إلى النية طبعا إحنا عندنا وسائل ومقاصد الصلاة مقصد طهارة البدن والثوب والمكان هذه وسيلة إلى الصلاة وليست غاية فهي نحن نعتني بها ونذكرها في كتب الفقه لكونها وسيلة إلى الصلاة لا بد أن تدخل الصلاة وأن تطاهر مكانا وزمانا وجسدا ومكانا ثيابا وبالتالي هذا هو هذا كل وسائل يعني شروط للصلاة وهو ما يلزم منها ولكن قبل الماهية أو خارج الماهية وبالتالي هي من التروق فلا تحتاج إلى نية والمطلوب زالت عين النجاسة فلما زالت عين النجاسة قد أدى المراب كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيظ فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها كما عند البخاري يعني هذا أيضا دليل واضح طبعا بعضهم اعترض أيضا بحديث أخرى ولكن الصحيح أنه هذا هو يعني يقوي هذا الاتجاه هو مجموع النصوص التي فيها جواز إزالة النجاسة بغير الماء ككون التراب يطهر نعل الرجل بما لسق به من أذى وثوب المرأة تمر به على المكان القذر إذا مرت بعده بأرض طاهرة فيكون ما بعده من الأرض الطاهرة تطهر ما أصابه من النجاسة طبعا يرى بعض أيضا اتجاه آخر من العلماء أن الغسيل بالبخار لا يزيل النجاسة بل يتعين التطهير بالماء المطلق ولا يخفى أن هذا الكلام فيه شيء يعني من الشدة ربما لا تراع فيه مثل هذا المقام وإذا الصحيح والله تعالى أعلم هو جواز التطهر بالبخاري وأنه يطهر الثيابة التي يفسد الماء وغسلها وبالتالي يحق للإنسان استعماله وأيضا في باب الطهارة يعتبر طاهرة أيضا تكلمنا عن مسألة مما سبق لكن نمر عليها أيضا باختصار هو طهارة العطور المجتملة على مادة الكحول ما يعرف بالكلونية ويعني هي منتشر في عصرنا هذا استعمال العطور الصناعية وهي المعروفة بالكلونية أو يعني هذه الكحول التي فيها الذي يدخل في تركيبها الكيميائية بشكل أساس مادة الكحول وهو المعروف بلغة العرب باسم الغول ويشكل الكحول الأثيلي 90% من معظم أنواع الكولونية طبعا شرب الكحول مسبب للإسكار فهل تأخذ هذه العطور حكم الخمري من حيث النجاسة والطهارة طبعا اختلف المعاصرون في حكم العطور المجتملة على هذه المادة من حيث نجاستها وطهارتها على اتجاهين الاتجاه الأول يرى أن هذه العطور نجسة لنجسة العين كما ذهب إليه كثير من المعاصرين ويعني أن هذه بالتالي يعني مجتملة على مادة الكحول والكحول نجسة ففي صحتها نظر يعني أخذ برأي جمهور الفقهاء الذين يرون نجاسة المسكري وبالتالي من صلى فيه ذاكرا عامدا لم تصح صلاته لكن ذهب بعضه يعني لا يخفى أن قضية الخمري هل هي طاهرة أو النجسة الصحيح أنها طاهرة ولا حرج فيه بالتالي هذا الخلاف أيضا ربما يجر إلى هذه المسألة طبعا الأحاديث استدلت بأدلة كثيرة باعتبار أن الله تعالى وصفها بالنجاسة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون قالوا لما وصلت بالرجس والرجس هي النجاسة وربما يجاب على هذا الحديث أن الله أيضا وصف الميسر والأنصاب أيضا بالنجاسة والمراد هنا النجاسة الحكمية وليس العينية وبالتالي هي ليست نجاسة يعني لو كسرت وعمل بعضها شخص وصل فيه لا يضره حملها وبالتالي هو دلال على أن النجاسة هنا حكمية وليست حقيقية أيضا استدلوا بحديث إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزيرة ويشربون في آنيتهم الخمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود إن وجدتم غيرها فاكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها أي غسلوها بالماء وكلوا واشربوا أيضا يمكن أن يرد أن هذا من باب لعل شيئا من بقاياه يتعلق به فيشربه الإنسان وليس نجاسة فيه فالدلالة عليه ظنية التجاه الثاني حقيقة التي أفتى به مجمع الفقهي الإسلامي بالهند ووزارة الأوقاف الكويتية واختيار طاهر بن عاشور في تفسيره وأحمد الزرقة وسيد السابق وكثير من العلماء بل أكثر علماء العصر على أن هذه العطور طاهرة وصدرت به لجنة إفتاء الأزهر أيضا في ذلك أولا أن الكحول الذي يستعمل في العطور هو الكحول الأثيلي النقي الذي يستخرج عن طريق المعالجة الكيميائية كتحويل غاز الإيثان إلى سائل كحول وليس من كحول الخمر فيكون طاهرا لأن الأصل في الأشياء الطهارة ثانيا إن الغولة يعني يستخدم في العطور عبارة عن غازات متطايرة لا تستقر على البدن ولا للثوب وحينئذ تدخل على فرض تسليم بنجاستها تحت مسألة أخرى هي هل بخار النجاسة نجس أو لا وجماهر العماء على طهارته كما في مسألة أخرى ثالثا لو سلمنا بأن يعني هي من كحول الخمر فإن الخمر ليس بنجس كما قلنا على الراجح والرجس الذي ورد في الآية أو هنا النجاسة نجاسة معنوية كنجاسة الكافر والميسر والأنصاب والأزلام ويدل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقام أبو طلحة أخرج فأراقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة فلو كانت نجسة لما سفكها الصحابة الكرام في طريق المدينة لألا تصيبهم النجاسة ولنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لم ينقل لنا ذلك دل على أنها طاهرة وأيضا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال عليه الصلاة والسلام هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسار إنسانا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما ساررته قال أمرته ببيعها قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بغسل مزادته ولو كانت الخمرة نجيسة لبين له ذلك لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح كما هو معلوم فبالتالي يعني الصحيح أن العطور هذا هو طاهر ولا يؤثر في النجاسة في نجاسة الثوب وتصح الصلاة معه على الراجح وبالتالي أيضا مسألة أخرى حكم يعني من تلبس كما قلنا في الصلاة لما نقول هو جاز استخدامها أولا ثانيا هل تصح الصلاة معه نقول أيضا يعني هو مستلزم لها أيضا قضية الأصباغ يعني قضية أخرى في حكم المسح عليها نقف أنه تكلمنا عنها من قضية ما يعرف في تلوين الشعر وأصباغ وملونات حديثة ليس لها جرم في أصباغ أثر صبغات الشعر الحديثة في الطهارة فهذه اليوم تلوين الشعر وليس لها جرم وهي مشتقة من النباتات ومنها الصناع المركب من مواد كيميائية وهي غالبا مشتقات نفطية فهل تؤثر على الطهارة بحيث تمنع وصول الماء إلى الشعر كما قلنا الذي عليه جماهير علماء العصر أن هذه الصبغات الحديثة الطبيعية منها والصناعية الكيميائية تصح معها الطهارة الكبرى والصغرى ولا يلزم إزالتها شريطة أن تكون بمادة طاهرة ولا جرم لها وبه صدرت فتوى دار الإفتاء العردنية والمصرية وهو ملتقى أو مقتلى فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء إذ أجازت في الوضوء المسح على الكريمات التي ليس لها كثافة كما قلنا واتفق المعاصرون على وجوب إزالة ما يوجد لها جرم كما فصلنا من قبله واختلفوا في حكم المسح عليها في الوضوء على اتجاهين الاتجاه الأول جواز ذلك فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليها ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتزيل هذا الحناء ولا سيما أن الرأس من أصله لاجو تطهره بالغسل وإنما يطهر بالمسح فذلك خفف الطهارته بالمسح كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبد شعره وهو محرم وقال إني لبدت رأسي كما عند البخاري ومسلم وفي إرواية لبد رأسه بالعسل كما عند أبي داود وقد مكث صلى الله عليه وسلم محرما في حجته خمسة عشر يوما قالوا ولكن يلزم إزالته للطهارة الكبرى الاتجاه الثاني يرى عدم جواز المسح على صبغات إذا كان لها جر وبه أفتت لجنة الفتوى في موقع إسلام وبعض المعاصرين ذلك أنهم يرون أن ذلك حادزا ومانعا من وصول الماء ولذلك لم يجيزوا استعماله في الوضوء طيب نأخذ فاصل إن شاء الله ونعود بعد ذلك بإذن الله حياكم الله وبياكم مرة أخرى نكمل إن شاء الله نوازل الفقية المتعلقة بأحكام الطهارة والصلاة أيضا هناك مسألة في قضية حكم تشقير الحواجب والرموش الصناعية وأثر ذلك كله في الطهارة أيضا من تشر اليوم هو من وسائل التزيين هو تشقير الحواجب وهو صبغها كلها أو بعضها وذلك وضع الرموش الصناعية فوق الرموش الأصلية أيضا طلبا للجمال أو سترا لبعض ما تراه المرأة عيبا ونقصا في جمالها فإذا فعلت المرأة ذلك فهل يؤثر ذلك على طهارتها بحيث يلزمها خلع تلك الرموش والتخلص من التشقير كلما توضأت أو اختسلت الذي يظهر والله أعلم أن التشقير لا يؤثر على الطهارة لأنه مجرد لون لا جرم له ومثله وضع الرموش الصناعية لأنها لا تمنع وصول الماء إلى الأجفان ولا إلى الرموش الأصلية وهو ما انتهى إليه بعض الباحثين في النوازي الفقية المعاصرة أما حكم المسح على الباروكة في الوضوء فيوجد اليوم في الأسواق كما هو معروف أنواع من الشعر المستعار ترتديه المرأة بل أحيانا بعض الرجال على سواء مصنوع من شعر آدمي أو حيواني وبعضه خيوط صناعية تشبه الشعر الطبيعي والكل يعرفه بالباروكة وهي منها أنواع منها ما يلبس وينزع دون مشقة حسب رغبة اللابس ومنها ما يلبس ولا ينزع إلا بمشقة وكلفة وقد تمتد مدة اللبس إلى شهرين أو تنزع مع كل حلاقة ونحوها ومنها طبعا أيضا من ناحية أخرى ما يغطي جميع الشعر الرأسي وهذا ما يفعله غالب النساء ومنها ما يغطي جزءا من الرأس فقط وهذا ما يلبسه الرجال ممن أصابه الصلع جزءا من رؤوسهم فإذا لبس المسلم شيئا من ذلك هل يجوز له المسح في الوضوء؟ طبعا لا يخلو حال الشعر المستعار أو المعروف الباروكة أن يكون ساترا لجميع الرأس أو لا بالتالي هنا صورتان الصورة الأولى أن تكون ساترة لبعض الرأس فهل يجوز المسح طبعا عليها في الوضوء؟ يعني يمكن تخريج أيضا كما قلنا على قولين هو مقتضى مذهب المالكية والحنابل أنه لا يجوز المسح عليها بل يتعين نزعها لأنهم يشتريطون مسح جميع الرأس ويعني من لا يقول مسح جميع الرأس كالحنفية والشافعية فبالتالي يجوز أن يمسح على بعضه بالتالي يعني يصح عندهم مسح بعض الرأس وهذا البعض عند الشافعية يصل إلى حتى لو كان ثلاث شعرات الصورة الثانية أن تكون الباروكة ساترة لجميع شعر الرأس والذي يقتضيه هنا أصول وفروع المذاهب الفقهية الأربعة وهو عدم جواز المسح على الباروكة إذا كانت تغطي جميع الرأس ذلك أنها إما أن تلحق بعمائم الرجل أو خمر النساء وذلك أن الحنفية يمنعون المسح على العمامة مطلقا قال كاساني ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة لأنهما يمنعان إصابة الماء الشعرة وهو مذهب المالكية أيضا غير أنهم أجازوا المسح على العمامة لمن خاف على نفسه الضرر بنزعها قال الدسوقي يجوز المسح على عمامة خاف بنزعها ضرر الرأس وهو مذهب الشافعية قال النووي قال المصنف رحمه الله وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح بناصيته والمستحب أن يتم المسح بالعمامة قال النووي فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزئه لأنها ليست برأس ولأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد وحتى الحنابل الذين يجيزون المسح على العمامة جعلوا من شروطها أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن تكون محنكة ويشق نزعها والباروكة ليست كذلك أما مسح المرأة على خمارها فالخلاف فيها أضعف من الخلاف في المسح على عمائم الرجل لعدم ورود نص فيها بالجواز وبالتالي اختلف المعاصرون في حكم المسح في الوضوء على الشعر المستحار على اتجاهين الاتجاه الأول هو جواز المسحي واستدلوا أولا بقياس المسح على الباروكة على المسح على العمامة ذا الرجل ويشهد لهذا ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين كما عند البخاري ومسلم وفي لفظ عند مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعمامته وما رواه بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار ونوقش بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وأتم المسح على العمامة ولم يمسح لعمامتي فقط نأخذ اتصال إن شاء الله حياكم الله وبياكم عدنا نتفضل حياك الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله شيخ رحمة والديك والديك شيخ أنا أبيع الجهزة نذر نعم نعم تمام نعم كمل كمل عيني عدنا ما عرفنا السؤال نعم قطع الاتصال إن شاء الله إذا أمكانت إعادة الاتصال إن شاء الله يفهم السؤال بعمل الله وبالتالي قالوا أن الباروكة ليست يعني هي عمامة ونحوها وبالتالي لم يستحسنوا قياس هذه على تلك أما يعني هناك وكذلك لم يستحسنوا هذا الاتجاه القياس على أيضا على الخمار فلم يجيزوها اتجاه الثاني يرى من بعض الفقاء المعاصرين جواز المسي على الباروكة في الوضوء ووجهوا أن الله تعالى أوجب مسح الرأس فقال وامسحوا برؤوسكم والباروكة تمنع وصول الماء إلى شعر الرأس قال فلم يجز ولكن يبقى أنه يمكن قياسة كما قلنا في قضية إذا كان هناك حرج في نزعها وأصبحت جزء من الرأس ولما كانت جزء من الرأس لا يسع يعني هناك مشقة فكما قاس بعض الحنابلة جعل علة نزع العمامة أو المالكية المشقة في نزعها كذلك قاس بجامع المشقة ودفعها ورفعها كما هو معروف في القاعدة المعروفة في هذا الباب الحرج مرفوع والأمر إذا ضاق التسع طيب هناك مسألة أخرى هو قضية وضع المناكير والأطفار الصناعية على الوضوء طبعا المناكير هي كلمة أعجمية تطلق عرفا على الأصابع التي تضعها النساء في أطفارهن وهي طلاء يتزين به وهي غير المساحيق التي توضع على الوجه والأطفار الصناعية هي أطفار توضع فوق الأطفار الطبيعية بألوان مختلفة يقصد الزينة أيضا فإذا تزينت المرأة بشيء من ذلك ثم أرادت الوضوء أو الاختسال فهل يلزمها أن تنزع ذاك أو تصح الطهار بهما ابتداء إنما أجمع عليه العلماء أن الطهارة تقتضي تعميم الماء على جميع أعضاء الوضوء في الطهارة الصغرى وعلى جميع البدن في الطهارة الكبرى وعليه يلزم إزالة كلما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا توضأ فترك موضع ضفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك كما عند مسلم وفي الصحيحين يعني أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله لازم من سامرة حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله اتفضل رحمة ربك شيخ أريد ذلك سؤال اتفضل اتفضل أنا هسا أنا من أريد أسبح نعم من أريد أسبح سير أتفضل أجدد وضعه لأجدد وضعه لأجدد وضعه لأجدد تمام ايه تمام تسمع لإجابة إن شاء الله عندك سؤال آخر اتفضل أجدد وضعه لأجدد وضعه لأجدد من المصر حياك الله كل الهلة حياك الله وبالتالي كما قلنا الفقهاء متفقون على أن وجود مادة على أعضاء الوضوء أو الغسط تمنع وصول الماء إلى البشرة حائل بين صحة الوضوء وصحة الاغتسال وعليه فإن الطلاء الذي يوضع على الأظافر ومثل الأظفار الصناعية التي توضع فوق الأظفار الطبيعية هي تحول ولذلك أفتت إذا كان لها سمك يحول دون وصول الماء إلى البشرة لا يصح الوضوء معها كما أفتت به ذلك أغلب مجامع الفقهية ودور الإفتاء قضية مسألة أخرى هي قضية الغسيل الكلوي في الطهارة أثره في الطهارة معروفية يعني هذا تعرف بالتنقية الكلوية الفشل الكلوي الغسيل الدموي يعني صورته معروفة هو غسيل الكلة طريقة تستخدم لعلاج نسأل الله لكم العافية لعلاج قصور الكلة لتنقية الدم من السموم والفضلات التي تتراكم فيه نتيجة تعزي الكلة عن طرحها إلى خارج الجسم ويتم ذلك بطريقتين عن طريق آلة تعرف بالكلية الصناعية التي تقوم بضخ الدم من جسم المريض إلى أغشية صناعية من خلايا الدم إلى سائل الإنقاذ أو التنقية الموجودة في الجهاز فينقى الدم من المواد السم ويعاد مرة إلى جسم نأخذ اتصال ونكمل إن شاء الله رسول تفضل حياك الله تفضل تفضل حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله هلبي كل الهلاء أسمع لي من التليفون أخ رسول إيش سؤالك هذه الطريقة الأولى والطريقة الثانية هي الغسل الصفاقي البريتوني كما ينقى الدم من هذا النوع عبر الغشاء الصفاقي الموجود في التجويف البطني أيضا له طريقتان إما عن طريق الآلة المنقطع أو اليدوي المستمر طبعا هذه يلاحظ في طريقة الغسيل بالكلية الصناعية أنه يتم إخراج الدم من جسم الإنسان ثم إعادته بعد تنقيته الطريقة الثانية لا يتم إخراج سائل محمل بالفضلات والسموم يشبه تماما البولة أجل لكم الله في جميع خصائصه طبعا الفقهاء قديما اختلفوا في قضية ما ينقض أو ينقض الوضوء اختلفوا في ما ينقض الوضوء فبعضهم نظل إلى أن المخ في قضية المخرج دون الخارج وبعضهم نظل إلى الخارج دون المخرج وبعضهم نظل إلى الأمرين معا فاشترط للنقض خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد يعني اشترط الشرطين معا وبعضهم لا يعني ما دام الخارج نجاسة أو أن المخرج من موضع النجاسة تفضل أخ رسول حياك الله السلام عليكم السلام ورحمة الله أخويا العزيز هل يجوز الوضوء بالحمام؟ السلام عليكم أخويا العزيز هل يجوز الوضوء بالحمام؟ آه نعم نعم هل يجوز الوضوء بالحمام؟ نعم نعم واضح السؤال عندك سؤال آخر؟ ايه والله عندي سؤال آخر على موض الوضوء يعني الروحة حافظ الوضوء ولابط الجواريز نعم ولابط الجواريز أخويا العزيز هل يجوز أن يجوز الجواريز؟ نعم سؤال آخر؟ تمام عندك سؤال آخر؟ رحمة الله والديك عياك الله باياك وبالتالي اختلف المعاصرون في مسألة هذه المسألة الغسيل الكلوي على اتجاهين انتقاض الوضوء اتجاه الأول يرى انتقاض الوضوء بالغسيل الكلوي يعني بيهفتت لجنة دائمة اللي افتاء يعني باعتبار هنا من يرى معروف أن الجمهور الفقهام عدل حنفي يرون في خروج النجاسة يعني إذا كان الخارج أجلكم الله بولا وبالتالي يعني هذا ينقض الوضوء في قضية الدم خلاف الحنفية الحنفية يرون دون الجمهور وبالتالي إذا كان ما يعرف بالفضلات خروج البول جلكم الله هذا ينقض أما إذا كان خروج الدم فعلى خلاف الحنفية مع الجمهور الاتجاه الثاني يرى عدم انتقاض الوضوء بالغسيل الكلوي واختياره بعض العلماء وبعض الباحثين المعاصرين وكما قلنا سوء الخلاف في هذه الصورة هو خروج الدم من غير السبيلين هل يعتبر ناقض للوضوء أو لا على الخلاف المعروف فيه لأنه يعني هذا خرج من غير مخرجه المعتاد أما الطريقة الثانية الذي هي غسيل الصفاقي أيضا اختلف فيه المعاصرون على اتجاهين منهم من يرى انتقاض الوضوء بهذا الغسيل كما أفتت به بعض لجاني الإفتاء وعليه كثير من الباحثين وجهتهم أن أهل الخبرة ذكروا أن السائل الذي يخرج بالغسيل يحمل نفس مكونات البول وصفاته أما الاتجاه الثاني يرون عدم انتقاض الوضوء بالغسيل هذا وهو قول بعض الباحثين لأن الخارج عبارة عن محلول محمل بالفضلات السامة ولا يسمى بولا لا عرفا ولا شران نأخذ اتصال ونكمل إن شاء الله حمزة تفضل حياك الله حمزة تفضلي حياك الله تفضلوا حياكم الله تفضلوا حياك الله شايخنا أهلا وسهلا شايخنا أنا سويت ضحية نعم سويت ضحية من جميعا نعم شايخنا سويت ضحية قبل 4 سنين نعم زوجي كان شوي ازعلان ويخوته اي ويقول لي اذا تزيلهم ما حالي لكوام وناكد قولي حرام وناكد قولي حلال هل يجول؟ يعني قال ليش لا تزيلهم وانتي تزيتي لهم؟ انا لا ما تزيلت لهم وازعلان عليهم قال لي ما حالي لكوام ليش ما ليش سعي هو يعني ليش قال ليش ما حالي ليش على ايش؟ قال لي اذا تزيلهم ما نزعلان عليهم ما احالي لكوام بيش وانتي ما تزيتي؟ يقول لي اه يقول لي انا نزعلان عليهم ما اريدش تزيلهم اي لا ما تزيلت لهم وانفعت كلامه ما تزيلت لهم اي خلاص خلاص اهي عندي سؤال اخر؟ لا مشكول يعني هل يجوز؟ تمام تسمعين الاجابة ان شاء الله تسمعين الاجابة احمد فضل حياك الله السلام عليكم سوى عليكم السلام ورحمة الله شوان الشيخ؟ حياك الله كل الهلة انا من فلاح الدين بكل الهلة حياك الله عندي بس اه الشيخ على مدعمي نجيل البيت اه هو يطعم البيت بقول شو ماضي ويرجع من البيت بس يصيحه وقابه وصيح عجال وعجبه على الزخير اي اي والله شيخ وين السؤال؟ هالساد وين السؤال؟ هو هذا السؤال شيخي اي يعني اقصد هو يرجع البيت غضبان وعصبي وكذا اي هو يطلع من البيت وين يجي المغرب؟ وين يجي المغرب؟ ايه ايه وشي سوونوا يا انتو؟ ايه 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 يالله الله كريم ان شاء الله تسمع الاجابة ان شاء الله هياك الله يالله ان شاء الله نجيب على الاسئلة لضيق الوقت ان شاء الله ونكمل المسائل النوازلي في الحلقة القادمة بإذن الله سؤال لازم من سامرة يقول يعني قضية الاختسال لما يكمل الاختسال يريد يروح يصلي هل يجب عليه عادة الوضوء؟ لا يجب عليه يعني الاختسال يعني هو يرفع الحدثين الاغتسال ويرفع الحدثين الأصغر والأكبر فبالتالي هي يدخل بلا خلاف إلا اللهم إذا نقض وضوءه أثناء الاغتسال فبالتالي يتعين عليه عادة الوضوء أما هو اختسل ولم ينقض الوضوء ولم يخرج منه شيء وبالتالي يحق له أن يذهب يصلي فقد رفع الحدثين الأصغر والأكبر باختساله قضية أنه مس زوجته هل ينقض الوضوء؟ الراجح والله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لحديث الصحيح أن السيد عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم ذهب فصلى أي لم يعد الوضوء حتى أن إمام الشافع قال لو صح الحديث لأخذت به ولكنه كما قال بعض أصحابه أو أتباعه أنه قد صح الحديث وبالتالي كان هذا هو راجح لأن قضية أولى مسهم النساء هي محتملة أو محتملة لمعنيين وجاء الحديث يخصص المراد منه وبالتالي تبين أن المقصود منه هو الجماع وليس مجرد المس وبالتالي بعض الحنابلة والمالكية كانوا يشترطون معه اللمس بشهوة وأما الحنفية وهو القول الراجح معهم ومن ذهب مذهبهم من أهل الرأي بأن المس المرأة أو مطلق اللمس المرأة أو الفرج أو نحو ذلك كل ذلك لا ينقض ولا ينقض الوضوء وبالتالي أن يمسد زوج زوجته لا حاجة إلى أن يعيد الوضوء بعد ذلك سؤال رسول هل يجوز الوضوء بالحمام؟ أكيد يجوز الوضوء بالحمام لا بأس به ولا حرج وهذا يعني الناس لا أعرف تتناقل أنه لا يجوز وبالتالي لا بد أن يخرج إلى مغسلة أخرى وهذا كله لا أصل له وبالتالي يجوز حق له أن يغتسل أو أن يتوضأ أو أن يتطهر في الحمام أو حتى في ما يعرف في المرافق قضية ولابس جواريب الصحيح أن المسح على الجواريب يصح يعني يصح للإنسان اليوم أن يمسح على الجواريب لأنه ثبت أيضا كما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين ورد أيضا بالجوربين واليوم يعني حقيقة الخلاف قد انحسر فجماهير المعاصرين اليوم وغالب دور الإفتاء تفتي يعني غالب جماهير المعاصرين والعلماء ودور الإفتاء والمجامع اليوم تفتي بجواز المسح على الجواربين فهما يقومان مقام الخفين وبالتالي يعني عليه حملت قراءة فامسحوا في الآية المعروفة على رواية وأرجلكم وأرجلكم وبالتالي وأرجو لكم يعني بالعطف على الغسل إذا كانت مكشوفة وبالكسر بالعطف على المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إذا كانت مستورة مستورة بالخفين أو مستورة بالجوربين ومسحه صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك وأخذ العلماء بذلك كله مستساغ ومرجح لأنه يجوز المسح بل أنه شعار أصبح في قضية المسح على الخفين أو الجوربين طيب ما هم الجوربان الذي يصح المسح عليهم؟ ما هو الجورب اليوم أن نعرفه بالشتوية الصفيقة يعني ليس الصيفية الخفيفة الشتوية اللي بها شيء من الثخن هي جوز كيف أمسح عليها؟ تمسح عليها بعد إكمال الوضوء تتوضأ كامل وتلبس الجوربين اشترط أن تكون الجورب فخينة كما قلنا وأن تستر الرجل إلى الكعبين وبالتالي بعد ذلك إذا نقض وضوءك وأردت أن تتوضأ تمسح عليهم يعني تغسل وجهك وإيدك وتمسح رأسك وتمسح على الجوربين تمسح خطوطاً يعني بثلاثة أصابع على ظاهر الخوف وليس على باطن طبعاً الأتم أن تمسح هكذا يعني على الباطن والظاهر لكن يصح لك أن تمسح بثلاثة أصابع على الخوف والمسح ليس الغسل يعني موت تنقح لا إيدك بيها رطوبة وتمسح عليها طيب كم تمسح؟ تمسح على رأي جمهور الفقهة مع عدل مالكية يوماً وليلة 24 ساعة إذا كنت مقيم وإذا كنت مسافر 72 ساعة من أين نحسب الوقت؟ هناك ثلاثة اتجاهات عند العلامة منهم من يقول عند اللبس من لبس تتحسب ومنهم من يقول بعد الحدث يعني نفترض أنك لبستها الفجر ونقض وضوءك يعني السابعة صباحاً ومسحة الظهر الثاني عشر فمنهم من يرى المسح عند اللبس يعني الفجر الساعة مثل السادسة ومنهم من يرى عند نقض الوضوء الساعة السابعة مثلاً ومنهم من يرى عند أول مسحة قال أول مسحة بعد صلاة الظهر بالثنعاش فيرى ابتداها وكلها يسعك أن تأخذ بها وإن كان رأيه الثالث رجحه بعض الفقهائي يعني أنه تحسب عند أول مسحة فأول مسحة تحسب 72 ساعة فإذا انتهت يعني جت الآن صلاة الظهر لليوم التالي وأنت لابس الخوف وأنت عندك وضوء وانتهت المدة إيش تعمل أيضا هناك أقوال يعني الصحة والله تعالى أعلمه أن يحق لك أن تنزع الخوف وتخسر رجلك فقط أو يمكن لك أيضا إذا انتهى الوضوء عند ذلك أيضا أن تخلعه أو تتوضى إذا كان هذا أتم وأكمل أو أن تخسر رجلك فقط وكذلك يبطل المسح إذا كما قلنا بانتهاء الوقت أيضا يبطل بخلعهما إذا خلعهما الإنسان أيضا يعتبر نقضا أو تخرقا أيضا يعتبر نقض للوضوء أو أصابته الجنابة لأن بالاختسال لا يصح أن تمسح الجوربين لا بد أن تخلع الجوربين ويختسلوا بعد ذلك سؤال حمدة تقول عملت أضحي قبل أربع سنوات ورجلي قالي لا ترسلي نحن في الأصل نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن ذلك في الأوامر أما في النوافل والمستحبات فطاعة الزوج مقدمة لأنه له حسابات معين لذلك المرأة لا تصوم إلى بإذن زوجها فما دام نهاها عن إرسال الأضحية التي هو يراها مناسب عدم الإرسال طبعا إذا استطاعت المرأة أن توفق بين أمره وبين البر بأولئك من غير أن يعلم فلها ذلك فتحافظ على أمره بحيث لا يشعر أن هناك مخالفة ومن ناحية أخرى توصل للخير هذا هو الأوفق دوما في هكذا صراع يعني دوما يحدث الصراع في أمور يكون مخالفتها ترتكف فيها مخالفة أكبر فإيش يعمل يوفق بينهما ما استطاع أن يوفق بين الاتجاهين بين عدم غضبه والبر كما قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن قال وصاحبهما في الدنيا معروفة أنت لا تطيعه لكن تكون موازنة أن تصاحبهما معروفا وتحاول أن لا تغلغ ولا تتجاوز عليهما ولكن لا تطعهما فيما أمرك به من معصية التوفيق دائما والحكمة في ذلك هي المطلوبة قضية أيضا سؤال أحمد بن صلاح الدين يقول يعني عمي حقيقة ما عرفت السؤال إيش لكن هو يعاني ربما ويطلب نصيحة في ذلك أنه يخرج هادئ ويعود غضبان يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إليه فقال أوسني قال لا تغضب قال أوسني قال لا تغضب وفي رواية قال لا تغضب ولك الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يختلف توسيتك كلما جاء رجل قال أوسني قال أوصاه ببر والده ذاك أوصاه بالجهاد ذاك أوصاه بالصلاة على وقتها يعني يختلف النبي صلى الله عليه وسلم يرى كل صحابي أو كل سائل له حال معين يعني هذا لما عنده نقص في جزئية معينة ينصحه بإكمال هذه الجزئية ولما عنده إخفاق في جانب معين ينصحه بمعالجة هذا الإخفاق ولذلك تختلف الوصية من شخص إلى آخر هذا الرجل ربما يعني كان يذهب حسناته حالة الغضب كما هو كثير من الناس اليوم فحالة الغضب يعني يخسر العلاقات يتلف الصداقات ربما يرتكب الذنوب والموبقات بالكفر أو التجاوز أو كلام الفاحش وبالتالي هذا الغضب كارثة يعني ذلك قال له لا تغضب ولك الجنة هذا لو أنه فقط ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لو سيطر نفسه فقط في هذه الجزئية لحافظ على باقي الأعمال الصالحة وحسن أخلاقه الباقية وأعمال تحتاج إلى تتم وبالتالي دوما نوصي الإنسان في هذا الباب أن يأخذ بوصيته صلى الله عليه وسلم لأحيانا أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لا بالا تلقيه سبعين خريفا في النار وبالتالي يحذر الإنسان من هذه الكلمات التي تخرج حال الغضب حال التهور حال عدم إدراك المرام والمراد وهذه الحقيقة هو يعني وصيته صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يوصي لما رأى رجل غضبان يتكلم قال أعلم كلمة لو قالها لا هدى عن قال يقول أعذو بالله من الشيطان الرجيم يوصينا إذا كان واقف يجلس إذا كان جالس يتطجع يوصينا يلوح يختسل أو يتولى كل ذلك وصاياه صلى الله عليه وسلم حتى يذهب الإنسان عن نفسه هذا الغضب لأن أثار قد تكون مدمرة قد يهدم العلاقة الأسرية الاجتماعية علاقة ويا الله كله في هذا الباب نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على مراضيه وأن يجعل يومنا خيرا من ماضيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر